اهلا وسهلا فيكم مرة ثانية الان بهذا الفيديو راح نتعلم شغلة جديدة مهمة بالنسبة للموضوع البلو برينت بس بدنا نتحدث عن شغلة صغيرة قبل ما نبدأ احنا حكينا انه اضفنا هون في الـ Event Graph Event Play نصين انه اول ما تبدأ اللعبة اعرض لي النصين طيب لو انا عندي الان مجسم واحد طيب لو انا حطت مجسم ثاني لو حطت مجسم ثالث الكود موجود جوه المجسم فمعناته لازم يطبع لي ثلاث مرات لما تبدأ راح يطبع لي كل واحد بالكود تبعه فهذا مهم جدا انه نكون في البال انك انتر لم كل ما كررت المجسم ويتكرر الكود راح يطبع الرسالة تبعيدها فهاي معلومة مهمة لازم نكون عارفينها نعمل الآن تتعلم عن Event Begin Play نحن 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 نتعلم الآن Event Tick دعنا نجد أن نقوم بتقبس زر Alt وتتقبس على السهم ثم افصل هل سأخذ هذه ساعة الآن نتعلم على ستفعله Event Tick طبعاً لما أقلس لفتك لك بقدر أحرك الشاشة والشاشة هاي بظل تكبر عادي تقدر تروح و بظل تكبر ما بتخلص طبعاً لما أنت بدك تسوي منطق وتكتب ما مفتوحة طيب الآن إحنا بنشرح شو هي الإفنتك الإفنتك اللي هي أمر بتم إطلاقه كل فريم كل شاشة يعني أنت في الثاني الواحد لما قلنا في الفيديو كل ثاني بتعرض ستين صورة سبين صورة تمانين تسئين صورة فكل صورة بتنعرض بدنا بدو يرسل الرسالة فكل مرة بتنعرض الصورة بيطلق تم إطلاق هذا الأمر كم صورة فيه في الثانية ستين صورة معناته بدو يطلق ستين نص طيب شو النص بنا يرسله بنا يرسل هلو خليني نوصل هاي ونشوف الآن شو بصير لما أشغل العبية خليني نلغي هادول بدناش نعجق الدنيا سوي بلايه هلو 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 كل ثانية بتعرض قاعد ستين كلمة هلو طيب خليني نسوي شتوب طبعا ليش حكيت ستين لانو حكيت انا شو اف بي اس لاحظ انه هو بعرض ستين فريم بير سكنت ستين صورة في الثانية والتوقيت بالميلي سكنت ستعش فاصل ست سبعة فهو انا قلتلك ستين عشان انا بعرف الرقم هذا تمام الآن نرجع هون بدنا نعمل شغلة احنا شرحنا في المرة الماضية على موضوع الفاريبلز اللي هي هاي طيب ايش هي الفاريبلز؟ بالعربي معناها متغيرات اما بتضغط على ادنيو بتختار فاريبل او بتضغط على الزائد في هذه المنطقة وبتضيب فاريبل طب خلينا ننضيف فاريبل ايش الفاريبل بننضيفه؟ احنا بننضيف سترينك تمام فبتختار انت سترينك هو حدد هون سترينك فاحنا بخليني نختار سترينك بس احكي عن شغلة صغيرة من المهم انك تعرفها انه كل واحدة لها لون انت ملاحظ ايش هذه الالوان؟ لما تشوف انت هون اللون اخضر فاتح فانت بتعرف ان هذا اخضر فاتح معناته فلوت فانت لما بدك تنشئ فاريبل توصله هون هذا الفاريبل بده يكون بنفس اللون ما بصير توصل اللون مختلف على لون مختلف الا في حالة انك بتحول من صيغة لصيغة ثانية طيب خلينا نحط هذا سترينك زي ما هو اصلا سترينك خلينا نسميه كمان سترينك طيب بدنا نحكي شغلة هون طلع انا بدي اكتب شو هو النص اللي بده يتم تخزينه ما هو متغير النصي اللي ستم تخزينه طيب مش قادر بقولي هون بليز كومبايل بلو بلانت رجاء اعمل كومبايل خلي الكمبيوتر يفهم جبسنا كومبايل عملي صف جديد تعالوا نكتب هون نكتب UE4 اللي هي انريل انجين 4 خلينا نسحبها الان لاحظت انت انا مسكتها من هون وسحبتها بده اتركها سألني الان شو بدك تسوي فيها get ولا set get string احصل على string المكتوب هون ولا set اعمله تغيير انا بدي اكت بدي احصل عليه طيب الان خلينا قلنا قبل شوي لو نعمل play شو رح يعمل هلو 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 طب لما انا اوصل هاي هون من زهري لزهري النص المكتوب في هذا النود في هذا النود اللي احنا نسحبناه ككتوب UE4 play UE4 الان احنا عدلنا عليه طبعا انا من المهم جدا 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 عندي انك انت تتعلم هذه الاشياء عشان تعرف كيف تستخدم البلو برنت حتى لو احنا ما اعملنا اشي عظيم بس انت لازم تعرف انه هذا اشي موجود لانه احنا منستغله باشياء ثانية مختلفة فانت من الضروري جدا انك تتعلم وانا بهمني جدا طالما احنا مندرس مع بعض نتعلم اشياء جديدة تطور منها الآن بدي افصل انا هاي بدي اشرح شغلة ثانية الآن احنا قلنا قبل شوي ما بقدر انا اوصل float مع string بس فيه شغلة ممكن تسوي هذا هون طالب مني string لو انا وصلتهم هو رح يوصلهم بس هيعمل حركة هيعمل لك تحويل بيقول لك حول الرقم اللي هذا الفلوت حول الرقم العشري الى نص واطبعوا على الاساس ان النص ما تطبعوش على الاساس انه رقم وهيطبع رقم بس هيتفهموا الكمبيوتر انه عبارة عن نص بلاي طبع الارقام على الاساس ان هالنصوص لان الشاشة ما بتطبع الا النصوص في الكود ما بتطبع الا النصوص تمام ممتاز طيب انا نفس هاي الشغلة اللي حطيناها هون هو اعطانا اياها لحاله طبع انا كيف ممكن اجيبها لو انا ما بعرف هاي الشغلة بكتب to string الان لاحظ to string انا بدي اشي يتحول to string يتحول الى string ايش هو الاشي يتحول الى string انا عارف انه هاي float شايف مكتوبة float جو المربة طيب float هاي الفلوت باختارها بحطها هون بوصل الاخضر مع الاخضر الزهري مع الزهري بكتب to play وبتشتغل ممتاز لهون الموضوع ممتاز طيب انا ما بديش هذا كله بدي اشطوه وحكينا هاي عنا حطيناها u4 طيب بدنا نتعلم شغلة اضافية لان احنا اتعلمنا ال get احصل على المعلومة طب انا بدي اغير المعلومة المحطوطة هون في هذه الحالة في حالة معينة بدي احكيله بدل u4 بدي احكيله يقولها welcome و بدي اوصلها هل بتشتغل ما رح تشتغل نشوف play عرض هلو اللي هي المكتوبة كانت جو السندوق الـ هلو عرض اللي هون ليش ما عرضها لانه ال sit لها مدخل و مخرج لازم يتم تفعيلها فبنحطه هون بنوصل هاي هون بنرجع نوصل هاي هون الان ها يتم عرض welcome نشوف welcome ممتاز طيب الان انتوا لاحظوا الشغلة قبل شوي انا لما سحبت هاي الامر بمشي بخط مستقيم بوخد واحدة وواحدة ما بتقدر تحت الامر باتجاهين الامر بوخد اتجاه واحد ملاحظ انت يعني لو انا وصلت هاي هون رح يقطع اللي هون لو وصلت هاي هون رح يقطع اللي هون طب لو وصلت هاي هون هل رح يعرضه خلينا نشوف ما عرضه ليش لانه هو لابد يكون الاتصال كامل فاحنا بوصلنا الان العملية بتوصل على اللي بعدها بتوصل على اللي بعدها بتوصل على اللي بعدها ما بتقدر تفصل اذا فصلته واشتغلت الان هو ايش صار بالامر الامر راح من المركز الرئيسي اللي على طول اللي بعديه وطنش اي شيء في النص وكتب لنا تحذير هذا الاشي ما بيشتغل قاد تمام نرجع نشغل عادي هذا بالنسبة لكلمة ست الست معناته عدل على الحالي اللي هو وحط بداله كلمة welcome وبعدين بنوصل هاي هون وبتصير لتو سترينج بكتبها welcome طب احنا مفصلنا هاي شو بصير هل بتطع welcome هلو ليش طبع hello لانه احنا لسه ما عرفنا ما اعطينا لل لانه هذا النود اللي هون بيشتغل بكل التفاصيل اللي جواته ما رح يعرض التفاصيل اللي جوه اي تفاصيل خارجي اللي حتى نعطي اياها فوصلنا اعطينا المعلومات هيك فهم هو طيب بنا نحكي شغلة صغيرة طب انا مثلا بدي اطبع نصين على نفس الملف هاد بنفس السطر كيف بسويها خلينا نستخدم امر جديد اسمه ابنت الابنت الان ابنت يعني ايش string اللحظة هون string ابنت يعني اخلط ايشنا يخلط احنا طبعا نمناكي شغلة على فكرة في معلومة مهمة انا احب اعطيها قبل ما اخرت هاي انا ممكن اوصل string في الست string هاد هون لاحظ اخذ string احطه هون ورجع السحبه ووصله هون string هاد هو u4 فهي اعرض هاي ايش u4 انا بس حبيت اذكر هاي تنحط هون عشان تعرف انه انت بتقدر لك توصل نرجع الابنت الان ايش هو الابنت الابنت اخلط نصين طيب ايش النصوص رح يخلط النص الاول بالنص الثاني بالنص الثالث لو بدك بالنص الرابع فانت برجع لك كم نص بدك يخلط تمام طيب خلينا نحكي بين النصين فقط يخلطهم طيب ايش النصين يخلطهم خلينا نحكي هنا hello بعدين نحكي له هنا مثلا word ونوصل كلمة hello world مشهورة جدا طبعا هو الان سيطبع hello world حتى لانه هذا ما له امر دخول طلع hello world حطهم بدون space خلينا نحط هنا space صغيرة الآن hello world طيب هلا شو استفدت انا طب ما انا كان بامكاني اعمل هون هيك واكتب هون كلمة hello hello what وعادي بدونها معمولة انا بقول لك هذا الابتشن ممكن نستغله احنا بشغل مختلفة ممكن نستخدم مدخلين نلاحظ انت فيه مدخلين هون يعني على سبيل المثال نستخدم جملة من مصدر وجملة من مصدر لو كتبنا دلتا seconds كمانا طبعا seconds وبعدين بدنا هذا المدخل يقرأ من هون ننصل هاي لاحظ انت ايش اللي سوينا احنا عجبنا الثواني حطنا هون واخدنا دلتا seconds نحط تقطتها الرأسية space الان رح يطبع دلتا seconds النص ويجيب لي الرقم من النظام من جوه السيستم سيعطينا الارقام ويطبعها على string طبعا احنا بنلغي هاي الست ملهاج داعي يعني هو حيلغيها بجميع احوال بس لاحظ انت دلتا seconds وحط لك القيمة فانت ملاحظ الان انه احنا استخدمنا مرة كتبت النص ومرة اخدنا ارقام وهذه تم تطنيشها تم تطنيش البيانات اللي فيها لغاءها فنوصل هاي هون خلص ما لها داعي صار والان لسات الامور شغالة عادي ما في اي مشاكل فهذا بالنسبة ل البلوبرنت في event تيك طبعا احنا كمان بتعرفوا انتم احنا نقدر نغير الالوان هاي يعني شرحناها وبتقدر عادي بكل بساطة ما عندك اي مشاكل بتغير الالوان وراح يتغير تعطي الخصائص اللي بدك اياها وهذا كل اشي ممكن اساعدكم فيه حاليا بنكمل بالفيديو اللي بعدو اتمنى انكم انبسطوا بهذا الفيديو بالتوفيق